ماذا تفعل المسك في المسك؟ في العادي الفيلتر ستكون معرفة بمسك بمسك يجب ان اتباع المسك لا تزاوية المسكة عن الحد الموجود في المسك و لا تقلل المسكة عن الحد الموجود في المسكة في المسكة كل ما يحسن النصص كل ما يبقى أحسن و كل ما يزاوية المسكة كل ما يبقى أحسن وبالتالي الرسمة يسميها ايديال قصدي ايديال انه يعمل زيرو لص في المسكة وانفينيات المسكة هذا المقصود بها والترانزيشن ايديال انها تكون زيرو ده طبعا مش مش فزيكا ده محتاج او رايزين تبص لها مروجة نظر او كوزالتي بتاعته ده ايه مش نافئ خالص ما ينفعش احنا اتفقنا برضو ان احنا باندفين الاندفين بتاعه زي ما قلنا باندفين او او اوقات الناس بتبص على حاجة اسمها الاتنين بعشرة لوج الاندفين وفي نفس الوقت الاندفين انها الاندفين او ادفين من الوطن التمام فعدم موجود هذا الفلتر يجب ان الاندفين يقام لعمل لاصز بقى. يقام لعمل لاصز نصب عنا في الانه هو عنده كوندكتور وديالكتريك لاص. يقام لعمل في الانه هو هدفه. عشان كده نسموه انسورشن لاص. ده اتحشر في النص ما بين الاثنين دول فعمل ايه اللاص اللي جاية بسبب البرفورمانس بتاعه. فيه بس ملخوزة في اللي قبل كده ان احنا ايه. المفروض ان احنا لا نهمل الفيز رسبانس بتاع الفيز. نبقاش بس مركزين على المجنيتود رسبانس. لازم نبص على الفيز رسبانس. نتأكد ان هو بيعملش ايه الاستجرام. طيب الطرق الديزاين زي ما قلنا يا اما بعملها ديزاين عن طريق اني بستخدم القانص بتاع البريريوديك ستركشورز. البريريوديك ستركشورز معناها ان انا عندي لين او الكنكشن ما بين الصورس واللوت. حط عليها البريريوديك البريريوديك. كلمة بريوديك تختلف يعني اللي احنا هنعمله النهاردة بريوديك معناها ان هم يتغيروش. يعني انا هختار قيمة معناها الل و سي. وبتكرر. مش هدخل بقى جوه كل واحدة اقول دي حتق مختلف عندي. ده ما بقاش بريوديك خلاص. ده كده حيبقى اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. لكن بريوديك معناها ان هي ما بتتغيرش. تمام. في حاجة تانية طريقة تانية اسمها الامج براميتر ماثود. واشهر طريقة تانية الوقت بقت اقوى من الامج براميتر ماثود. زي الماثود الماثود اللي في ناس منكم هيعملوا ايه البريريوديك طيب طرق الامبليمينتيش دي طرق الدزاين. او الماثود بتاع الدزاين او التكنيك بتاع الدزاين. طرق الامبليمينتيش انا بتكلم على بورد. يقام بعمل الان لبية ماثودين ماثودين هل سنتحدث عن أربع طرق التفاعل طريقة الـ flow بعد التصوير في الفلتر وفي حقيقة أخرى يقوم بعمل هذه الخطوات نبدأ بأن أريد أن أعرف الـ specs ما هي تكون جرافقيا ما هي تكون جرافقيا ما هي تكون جداً لا تزود الـ resolution ما هي تكون جداً في الـ transition region لا تبقى أكثر من ذلك فنأخذ الـ specifications نترجمها لـ normalize lupus filter نترجمها لـ مبدئياً من قليلاً سوف نظهر الـ order هذا هو أول شيء نظهر الـ order من قليلاً من قليلاً وبعد ذلك نظهر بعد معرفة الـ order نذهب إلى another set of tables نظهر قيم الـ normalize components أنا أريد أن أقل بكذاً نظهر الـ normalize يعني نظهر الـ نظهر الـ 50 Ohm لأن هذا الجداول ما نظهر الـ universal universal يعني مفترض أن الـ impedance من قليلاً هو الـ load 1 ومفترض أن مفترض أن الـ frequency 1 Hz ضع أريد أن أرجع للـ الـ impedance وبركات مفترض أن تسكيل جدد إن أجلت بتسموه يمكن مجنيتود وفريكنسي طيب ده كده انا عملت لو باس قبل ما اعمل الاسكيلين او اكتب ما كلهم يتعاملوا مع بعض في نفس الوقت يعني بعمل اول فلتر ترانسفورميش هو من الاصل ما كانتش طلب لو باس انا بطلق حاجة اسمها لو باس فلتر هعمل هحولها من لو باس لهاي باس او اللي بان باس او اللي بان ستوب وبعد كده نعمل الفريكنسي والمجنيتود وبعد كده نشوف السيميليشن بتقول ايه لو السيميليشن طلعت مطلعة الاسبكس يبقى كويس لو السيميليشن طلعت مش مطلعة الاسبكس يبقى انا ما كنتش او اخذ مارشن باعتباري ان الادية لسيركت موضل لما يتصنع او يتعمل له او اي تكنوليشن هنشتغل بيها هيقام حقصر شوية او او انا شاطر اناف انا عارف ان انا احتاج فلتن مثلا من الدرجة الرابعة وانا عارف ان انا هتعمل بميكرو ستريب فانا عارف ان ده ممكن يكون بيديني رولوف اسرع في الترانزيشن ريجين كمبيرد للل و السي فممكن اقول طب ما اجرب تلاتة الاول واشوف اللي هيحصل ايه تمام في كلا الحالات لازم اتشك هل انا محققها ولا لا ممكن نكون محققها بس عامل اوور كيلينج ان انا محققها بزيادة تمام حققها بزيادة معناها ان نزود الارضل على الفاضي فممكن احتاج ارجع اقول لا انا مش محتاجة احققها قوي كده لان اللوص مثلا في الباس بان زاد تمام فمنجرب نعمل حاجة تانية في الديزان تمام كويس اشكال المشهورة وفي اشكال تانية كتيرة للفريكنس الريسبونس بتاع الفيلتر لو بدأنا من البيانات والدفينيشن بتاعها كده تمام هنقد نمشي بقى شوية مع ان احنا نحولها في شكل بوينوميال على بوينوميال تمام فالإكسبريشن بتاعها يقام حيكون المشهورة المشهورة البيانوميال اللي هو واحد زائد كي سكوار اوميج على اوميجا سي قصد اثنين ان يقام 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 او ممكن اكون ببص على ماكسامل افلاد ايه ريسبونس تمام اقام ببص على ان الفيز هو اللي عايز يبقى ايه لينير يعني عايز حتة لينير برا والحتة اللي هنا تبقى ماكسامل افلاد فالضرب بتاعهم يبقى 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 واهنا كنا بصين على الاشكال دي وقلنا ان كل واحد فيهم عنده ميزة وعيب البيانوميال ماكسامل فلات يعني ما بيعملش اي اي امبليتوت ديستورشن في السيجنال عنده عشرين ام دي بي برديكيد في الستوب باند لكن الترانزيشن ليس سريع تبقى عنده شوية ريبلس في الباس باند والريبل امبليتوت ديزاين بارامتر ممكن احنا نختار تبقى نص واحد ثلاثة طبعا ثلاثة دي تبقى طبيعي الناس بتتكلم في نص او واحد دي لو كان اكسبت بالمن الاصل ان انا يبقى عندي ايه الريبلس دي في الباس باند انها بتترجم على طول الامبليتوت ديستورشن طيب الستوب باند برضو عندي عشرين اند بي بي برديكيد الترانزيشن سريع يعني انا بوصل الستوب باند في رينج ايه في رينج ايه وبعد ذلك ابتدي في اللي هو 20 اند بي برديكيد طيب اللي هو الانفرس تبتشاف او بيسموه تبتشاف طيب 2 بيحل تبتشاف موجود في الستوب باند نعم؟ والباس باند بيبقى ماكسامل فلا فده عنده ميزة كويسة الوردر بتاعه اقل ما عندهش مشكلة الريبلس اللي موجودة فين في ده وممكن انا ازبط النالز بتاعت الترانزيشن اللي هي المفروض هي عندها منس انفينيتي دي بي ريجاكشن ماذا كده؟ او انفينيتي دي بي ريجاكشن ازبطها عند النقط اللي فيها ايه؟ مشاكل او ارجع بعد ما اعمل انيشل ديزاين احرك اماكن الزيروس شوي بحيث ان احطها في الحط ان اريد ان اخلص منها طيب فيه نوع تاني اللي هو ايه؟ الاليبتك الاليبتك بيبقى عنده ايه؟ ريبلس في الباس باند وفي الستوب باند طبعا في الاثنين دول ما اقدرش اتكلم على كم دي بي برديكيد ريجاكشن في الستوب باند لان انا عمال اعمل ايه؟ عمال اعمل اوباب كده خلاص القصة ما بقيتش ماشية منوتونك طيب committing، لما نبص على نهاية فيلت job ما هو يبدو جميز امام assim عندنا استيقظ الرمال على نهاية الو biri الفيلتر ممكن لنقسم نقطيع somewhat لتالات مناطق بتاتعتك والتالت مناطق يبقى دايما تبقى من dec ец اوميج اما P اااا � اللي هي بداية التالت مناطق ودقى خاصية سوء كمية كتوفا، 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 دي مكانها فين بقى بالنسبة لدول قريبة لديه قريبة لديه التلاتة دولة تفتصوا على بعض دي حاجة إيه حسب إيه حتيارات شكل البيونومي اللي بنعمله ونحن بنختار الفيلتر ريسبونس عند كتوفا، بيبقى الانسرشن لاص على حسب التعريفات اللي موجودة في الستايد اللي فاتت والبرامتر اللي اسمه كي بيبقى الانسرشن لاص عشر رج واحد زائد كيسكوار حيث كي إيه ايه ديزاين بارامتر احنا بنختاره تمام؟ تمام؟ فلو احنا اخذنا المثال اللي كنا عملناه مرة اللي فاتت ده بيقول عايز يعرف الـ ووميجا بي ووميجا بخمسة ونصف جيجا هرتز ووميجا اس 8.9 جيجا هرتز الانسرشن لاص في الباسباند عندما يقولون انسورشن لص في الاسبان 2dB يعني عند الـج بتاع الاسبان انا عارف ان انا ما بين 0 و 2 الحط اللي انا مسميها الاسبان الاسبان هايبقى عنده كام؟ ده اسوأ نقطة اسوأ نقطة هي الاسبان يبقى 2dB الاسبان في بداية الاسبان 18dB يبقى انا عايز الاسبان الاسبان يبقى اكتر من 18dB وفي الاسبان اقل من 2dB فاننا هنبتدي هو بيقول انه عايزه بوتر ويرف يبقى انا سابتدي بالإكسبريشن بتاع البترورث ريسبونس هو مديني شوية قيم هنستخدم الجراف اللي فات اللي هو بيريليت اوميجا بي و اوميجا سي النسبة دي هو ايه الانسرشن نصف الباسبان يعني عند اوميجا ب اوميجا ب اوميجا بي المفروض ده يبقى باثنين فعنساوي ده باثنين نطلع اول فرامتر اللي هو كي نقص ان احنا نطلع على الوردر الوردر هنطلعه من دايما بيطلع من الستوب باند فالانسرشن لص في بداية الستوب باند هو الكمية دي احنا جبنا كي هو مديني اوميجا اس و اوميجا سي بقى نعرف نجيب ان على انها السيلنج بتاع الرقم اللي حيطلعه وطلع الوردر 4.85 يبقى انا محتاج او فلتر اوف دا اوردر خمسة ده هيترجم نرجع بقى ناخد الخمسة نعوض بيه هنا حيطفع الانسرشن لص في الستوب باند لازم حيبقى اكتر لان انا خدت السيلنج مش الفلوريا تمام صحيح بال Türk بقى ندخل المنزل كيف ي 뭐 المنقل الموجود في البيانونيا كيف نطلع المنقلات التي هي كيف يعملت الجداول؟ سنبدأ مثال واحد قد يأخذ هذه المنقلات لها مرة واحدة مع المنقلات حوالة كتف وعمل الجدول فنأخذ واحدة منهم يجرب واحدة ثانية مع نفسه طيب، فنحن بنقول أنا عايز أعمل الربيعي ذلك واحد زائد اوميجا والسربعة لو احنا بصنا في السلايد اللي فاتت معناها هنه كم؟ واحد وان؟ باتنين يبقى أنا عايز أعمل第二 قerdير لوباس بيتارورث أو ماكسيمل فلات، تمام؟ يبقى واحد زائد اوميجا والسربعة، تمام؟ الـ 100 روس رادي وهو واحد على واحد مقص جاما سكوير يبقى وأنا عارف ان جاما اللي أنا شايفها الويجا ما إن سنضع هذا وضعه هنا. ونضعه هنا. ونضعه هنا كده. ونستعلم أنه لا يوجد من غير أنه يكون نصح لأول بـ C، نصح لأول بـ L. نصح لأول بـ C، نصح لأول بـ L. نجرر كده مرة، ونجرر كده مرة، نجد نفس الحاجة. نجد نفس الـ مع اختلاف الـ تمام طيب يبقى انا هبتدي هاخد الاكسبريشن اروح للسيركت وانا عايز السيركت تدي ده تمام فانعيني على السيركت موضل اعمله سيركت اناليسيس اطلع الباورلوس ريشو ازا فانشن اف اعطاء اللو سيحصل باللود ار او انا نقوم بالنسبة لمن... ونفسي يظهر ان الر في الديزاين تظهر بكم تصويره بواحد معناها ان الفيلتر لا يصحكه ماتشن اكشن اثنين كويس فانا ها اقول ذا النكتب بالانعينات بالاكسبريشن جون وانا اخذتوا عملية الرفعية فهنعمل ايه? هنكتب الريبريزنتيشن هذا جي اوميجا الف واحد على جي اوميجا سي زائد واحد على ايه ار اللي هو الريبريزنتيشن بتاع السيمبل الرلسي سيركت تمام? 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 هناخد ده هنحطه هنا نجيب المجنيتود التربيع نحطه هنا واحد على واحد نقص المجنيتود التربيع ونعيش حياتنا بقى ايه مع المنظر ده تمام? هيتطلع ان الpower loss ratio as a function of R والL والC بتساوي ايه الكلام ده? ايه اللي هنعمله? نساويه باوميجا هناخد ده نساويه بده ها؟ في واحد هنا في واحد تمام؟ عايزين المعامل بتاع اوميجا سكوار يبقى بزيرو وعايزين المعامل بتاع اوميجا قصر باعة يبقى بواحد ايه في حقوة؟ تمام يبقى دول كده ايه؟ معادلتين تمام؟ وعندين اول معادلة دي وانطلع من المعادلتين دول ايه ان R بتساوي واحد وحيطلع ان L و C بيساوي ايه؟ بيساوي جازلتين؟ الحمدلله مش محتاجين معادلة تمام طيب ايه انا كاتب الموخوظة للمنفس ايه انها دي ممكن واحد يجرب الحالة التانية حيطلع نفس القيام برا مش هتفرق احنا بدأنا بالC بالاول ولا L الاول تمام؟ تمام؟ فالرولوف ده انت بتقول انا عايز نهاية البند بتاعي مايبقاش في لوس اكتر من كزا فالنقطة دي اسمها اوميجا بي اوميجا سي دي جوه الترانزيشن ريجي نعم لا 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 هي مش يعني الاسبيسي فيكاش على اوميجا سي خالص الاسبيسي فيكاش على اوميجا بي وعلى اوميجا اس اوميجا سي دي بتقى ظاهرة كدزاين برامتر موجود جوه لكن انا مش هدور عليها يعني هو اللي بيحدد لك المواصفات بتاعت الفلتر يقول لك انا عندي باند كزا المكسمم اكسبت باللص في قد كزا يبقى انا بقول عند اوميجا بي اوف دات فلتر اوميجا بي هاجبها منين من اللي هو الهولي هو بيقول لي مثلا اعمل لي فلتر عند تلاتة جيجا الباندونت بتاعه واحد جيجا حوالين التلاتة جيجا يعني نص ونص المكسمم اولاو باللص هيبقى اثنين دي بي فهتقول لي خلاص يبقى اوميجا بي هي واحد ونص او نص من ناحية دي ومن ناحية دي وعندها الانسورشن لص بكام المكسمم اللي هو اثنين يقول لي الانسورشن باند هنبتدي من اول كزا المينمم ريجاكشن المقبول كزا يبقى هو الاميجا اس قيمتها كزا وعندها الانسورشن لص اكتر من كزا اوميجا سي فين؟ مش فرق معنا بحاجة انت انت انها موجودة جوه الانسورشن وتشوف عندها الانسورشن جوه الانسورشن قصر تمام؟ لكن هي نفسها هي كل اللي بتفرق معك هي قيمتها كام؟ اللي هي بتسمع في البرامتر اللي اسمه كي تمام؟ والبرامتر اللي اسمه كي ده احد الديزاين برامتر الموجودة وانت بتختار الفلتر اوردر والبرامتر اللي بتاعه لان احنا كي مثلا لتري دي بي ريبل فلتر اللي عندي قيم جداول جداول تاني الاثنين مربوطين ببعض لكن هي في النهاية بالنسبة للشخص اللي طالب الديزاين مش فرق معها خالص هو عايز يعرف حدود الباس باند فين وبداية الستوب باند فين تاني قاعدة في النص بقى قاعدة هنا قاعدة الناحية دي قاعدة الناحية دي مش هي دي المشكلة خالص كويس جدا فاحنا ممكن نكرر الاكسرسيز ده لديفرنت باليزاين احنا عملنا ان باثنين ممكن نعمل ان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة الى اخر وحنلاقي الحاجة الكويسة في البترورث او الماكسما الافلات ان دايما النورماليزد لود رزيستنس بتبقى ايه؟ بتبقى واحد يبقى البترورث فيلتر بيشتغل مع ماتشد لود تمام؟ مش محتاج ان اللود يبقى مختلف عن السورس وحنلاقي حاجة مختلفة في في الايكوار ريبل او الشابية طيب احنا كده هنجيب هنحط في الجدول ده قيم حاجة ويسميها الجهاد الجهاد دي ممكن تبقى L او ممكن تبقى C حسب انا هبتدي الدزاين بC الاول ولا هبتدي بإيه؟ بL الاول تمام؟ وحنلاقي الحاجة لو بدأنا بC تضع موضوع لو بدأنا بL تضع موضوع لكن ليس فرقة هذا مجرد شيء فقط في الوصف عشان يبقى ماشي لادر تضع تضع موضوع هل في حاجة تخليني اختار L الاول بدل C؟ نعم نعم تضع في اي دافع في اي دافع الاريا تمام تضع 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 لطيفة تضع 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 حسب مكان الفلتر دائما في السيستم لا يكون في أولها شيء ستكون أعيش لساعات في وش السيجنال يكون شيء تضغيها وطريقة للبطال ليصلك الأساس طبعا لا أحدث عن السيجنال بصفة خاصة لكنني ممكن أكون محتاج أنه ليس لديه هذا الذي يصبح في وش السيجنال في الأول لأنه يمكن أن يتحرق يطير على دخل عليه DC فممكن احتاج ان انا اخلي كاباستو ده مش ظاهر في الاول بسبب الاكتوستاتيك ديشارج عشان كده اغلبية الدوائر للار اف بيكونوا حطينها في كيس اسود كده مكتوب عليه اس دي بروتاكتد او اس دي بروتاكشن علشان ايه اللي ممكن لو واحد مسك دايرة باديه وهو عمد شوية الكهرباء اللي بيعملها دي ايه يطير الدايرة قبل ما يحطها حط ياسها في المعمل فالناس في المعمل اولا الدوائر الهندلينج بتاعها لشيبس سواء ان هي الوحدها او جوه البورد يجب ان يكون اس دي بروتاكتد سيلنج اللي هو اللي بتشاهدون الان اسود شوية ده لو انا بقيس حاجة في المعمل بابقى رابط على ايدي حاجة كده تمام متوصلة بالايه بالارض عشان ما يبقاش الشخص اللي كل ما يلمس حاجة يطيار له الدايرة يجي اسه يطيارها تمام فالاس دي بروتاكشن من ضمن الحاجات المهمة جدا في دوائر الار اف تمام سواء في طريقة الهندلينج او انا بعمل الدزاينج مبقاش حاطة حاجة على ان كده الار افورمانس كويس هو يجي يحط ده مثلا يكون مستخدم السكة دي على انها سكة السبلاي يجب اول حاجة في وشه كاباستور الريتنج بتاع الكاباستور ده مش مستحمل الفولتج اللي داخل عليه فاي ايه اول حاجة انا بقيس كده اوصل للسبلاي حرقة الدايرة الريتنج بتاع الكاباستور ده مش مستحمل الفولتج اللي ده مش مستحمل الفولتج ممكن ايه تطير الكاباستور لو كان اول حاجة في الشهاء كاباستور تمام عشان كده الاسمتيز اللي هي الكاباستور بيبقى دايما عليها عندها ريتنج غير قيمة هي كام كاباستور هي تستحمل فولتج قد ايه تمام طريقة التصنيع بتاعته بيحسب البريك داون بتاع الماتيريال اللي ما بين لو هو بارال البلايت اغلبيتهم بيقوا بارال البلايت بيقى فيه ضيال الكتريك ده جيبن الرفع بتاعه او له بروك داون الكتريك فيلد معين او بريك داون فولتج معين خلاص انا احاسب بالحسبة دي مقدارش ازود الفولتج ما بين البرال البلايت ستول اكتر من كذا وإلا يحصل فيه اركن ويفرق الكلام دا حتى جوه البيت على فكرة حتى جوه البيت مش بس اللي موجود على البورد جوه البيت برضه ممكن يكون الكاب ما يقدارش يستحمل فولتج اكتر من كذا فلازم بقى حامي الكاباستور دا مايبقاش في وش السيجنال طيب لما بنتدي نعمل الدزاين قبل ما ندخل على الكيرفات اللي فاتت دي بنعمل حاجه اسمها عن طريق ان احنا بنأكسس اليونيفرسال كيرف اللي بيبقى بيزد على اوميجا على اوميجا سي ناقص واحد تمام؟ او نورملايزد فريكنسي معينة هنا بيسموها سعاد كابيتال اوميجا تمام؟ فانا فترة الدزاين بحتاج اجيب مين؟ اوميجا سي لكن بالنسبة للمدين لسبيسي فيكيشن هي لا تهمي عن اوميجا سي خالص تمام؟ هو يهم والباسبند محقق وده محقق تمام؟ فانا بحتاجها وانا بعمل الحزب بتاعتي وبعد كده بايه برميها بحتاجها ازاي ان انا لازم اطلع قيمة النورملايزد للفريكنسي دي على اساسها باجي هنا مسلا قولت لو طلعت اوميجا على اوميجا سي ناقص واحد بتسايا واحد وانا محتاج ذات متش ريجيكشن عند بداية الباس بان فبقول اديل قتل انا محتاج مسلا اربعين دي بي عنده اوميجا اس اللي هي بداية الباس بان بداية الستوب بان انا موجود هنا انا موجود على الخط ده تمام؟ وطلعت اوميجا على اوميجا سي ناقص واحد مسلا بواحد يبقى انا اطلع هنا وانا دي اربعين دي بي يبقى هنا تمام؟ النقطة دي النقطة دي عايز ما بين ستة وايه؟ وسبعة انا باخد على طول الايه؟ الاكبر تمام؟ اما انت تبقى اصغر يعني انت تبقى اصغر يعني انت تبقى اصغر يعني انت تبقى اصغر عشان اجل كده مش انت اللي تبقى عايزها دي هتطلعلك على طول من اوميجا بي او اوميجا اس تمام؟ خلينا نبص على المثال يعني عشان بقاش بس نتكلم في اوريتيك ممكن نكرر نفس الكلام مع الايكوال ريبل معا بس ايه؟ نستدعي بتاع الايه؟ 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 فاحنا لو قررنا نفس الكلام بس بدل ما كانا اوميجا على اوميجا سي او اوميجا يعني ان هي النورمالايزد من غير اوميجا سي قصة اثنين ان هنخليها تي ان سكوار اوف اوميجا هنعمل نفس الاكسرسايز بالزبط وحنساوي الانبوت او الانبوت او الانبوت الانبوت هنساويها بالاكسرسايز اللي فوق ده تمام؟ اللي انا كاتبه هنا ده هو واحد نقص اربعة اوميجا تربيع زائد اربعة اوميجا قصة اربعة دي فكت مين؟ فكت التبتشاب تمام؟ فهنساوي المعاملات ونطلع ايه قيمة الار والال والا والسي لما الناس عملت الكلام ده بالنسبة للإيكوار ريبل طلعت القيم الغريبة طلع القيم 1.99 وهنا واحد ثلاثة وشوية ونص وبعد كده في هنا ايه؟ رقم مش خمسة طلع اللي هو خمسة بوينتمانية او حاجة زي كده فعشان كده الناس بتفضل في التبتشاب ان هي تشتغل بقود ايه؟ بقود اوضر ويلا حيبقى محتاج ان اللود يبقى لو انا بكلم على خمسين اوم صورس انا محتاج ان اللود يبقى تلتمية اوم مثلا لها خمسة بوينتمانية في خمسين ايه حاجة اقل من تلتمية او شوية حاضر دعنا نستخدم اكزامبل احسن بالنسبة للتبتشاب الكي هي منظرة للريبلس على طول لو انا اريد ثلاثة دي بي ريبل سيطلع لي كيف كذا اريد ثلاثة دي بي ريبل سيطلع لي كيف كذا بالنسبة للبينوميال الكي هي قيمة الريجاكشن عند ما يسمى اوميجا سي اللي انا لسه ممكن اختارها برضو ناحية دي او ناحية دي حسب انا اريد اعمل ايه؟ نفس الكلام برضو فيه ونفرسال كيربز معمولة علشان من ثري دي بي اقوى الريبل وفيه كيربز زيها معمولة عند النص دي بي والوان دي بي يعني كل ما اغير قيمة الريبل امبليتود كل ما لازم ابص على كيربات تانية وجداول تانية هروا ناخد ايجزامبل وعايزين ندزاين لوباس فيلتر هاين كاتو فريكنسي 2 جيجا هرتس الامبيدنس بتاعته 50 اوم نقول الامبيدنس بتاعت الفيلتر معناه هنا هو متوقع يبقى السورس واللود اللي محملين يبقى 50 اوم هو دزاين فور 50 اوم ايه سيستم الانسرشن لاص بتاعه واتليست 15 دسبل عند 3 جيجا هرتس تمام وعايزنا نبروفايد النرماليز بروتوتيب مرة وهو ماكسمال فلات ومرة وهو ايه هو 3 دي بي تمام اتنين زي بعض وخلاص مبدئيا المهم من حقق هذا ما هو انا مش فارق معي مين اوميجا بي ومين اوميجا اس ومين اوميجا سي خالص انا كل اللي فارق معي ان هو يديني ذات متش ريجاكشن عند عند ايه عند ال 15 جيجا تمام عشان اعرف ايه ان احنا احقق الاسفاج وطالب بعد كده هو بيقول ان الكاتو فريكنسي هو مديها كم؟ اثنين فهل انا اخد دي اوميجا اس او افترض دي اوميجا اس او او اوميجا سي هو هنا فرق مبين الاثنين يعني لو هو مكانش مدي دي انا مفرض هو مش مدي دي هو قلي يعمل دي اوميجا كذا وخلاص انا ممكن افترض بس كبداية ان انا هنفترض ان دي هي نفسها مين؟ اوميجا سي تمام ونطلع الاردل على اساس هو في المسألة فصصت حتة حتة قال لي انا عايز الكاتوف اثنين جيجا الكاتوف دي عندها اوميجا بكام يعني ما نعرفش كيه هو بيقول لي الكاتوف بتاعك اثنين جيجا مفرض ان الاردل عندها بكامل اوميجا تلاتة اوميجا بكامل اوميجا بكامل اوميجا بي هل دي هي اوميجا بي يعني هل مقبول ان اوميجا بي عندها اوميجا تلاتة الاجابة مش بالضرورة عشان كده بيقول لما بيكون الاجابة عايز حاجة محددة بقى بيقول ايه بيعرف ده لا بيقول لك لا اوميجا بي ولا اوميجا اس ولا اوميجا سي بيقول لك امشير على المسك ده ما تزودش الوصص اكتر من كده في الباسباند ويعمل لي على قد ما تقدر بس بحادة قدنا كذا في الريقونسي كويس جدا فاحنا هو قال لنا ان الريقونسي اثنين جيجا وعايز يجيب ذات متش عنده خمستاشر دي بي فاحنا من احنا عارفينه في الرسمة اللي هي اللي هنا دي هنفترض ان اوميجا سي هي دي اللي عايز دي اللي حنسميها الكاتوف اللي يطلع عندها الطبيعي يطلع عندها مثلا واميجا اس هي دي اللي عايز عندها على الاقل ايه خمستاشر دي بي ريجاكش اللي هي التلاتة جيجا هيرتز تمام طيب فاحنا الاول عايزين نطلع عايزين نعمل ديزاين بتاع اللي ده مرة ماكسي ملي فلات ومرة فانا عشان اعمل الديزاين هبص على الكيرفات بتاعت المكسي ملي فلات اللي بتحدد الوردور مرة ونعيد نفس الكلام للايه فلو احنا جينا هنا نحسب اوميجا على اوميجا سي نقص واحد دي مين بقى حط هنا مين مين اوميجا على اوميجا سي هنا اللي عايز اجيب عندها التلاتة جيجا على اقل خمستاشر ديزاين فانا عندي خط من الخمستاشر والخط اللي طالع هنا ده اللي هو اللي عندها يبقى ثلاثة على اثنين بواحد ونص نقص واحد بنص يبقى انا عند نقطة النص اطلع هنا مع ده هلاقي نفسنا يا دوب مع ديين الكيرف بتاع نباربعة يبقى ده لازم يبقى ايه يبقى فيفت اوردر ايه فيفت اوردر فيتر تمام هل فيه طريقة تانية انا ممكن اقول انا هفترض ان بعمل باترورث فيتر الكب بتاعته بكام بواحد ونرجع للمعادلات اللي فاتت امام ونشوف في المعادلات لو احنا حطينا اوميجا اس بثلاثة و اوميجا سي بثلاثة و اوميجا سي بثلاثة و اوميجا سي بثلاثة لان لو الكيرفات مش موجودة احنا نرجع نحسب الاصل بتاع الكيرفات طيب جبنا ان بخمسة نرجع للايه الجدول بتاع خمسة يبقى انا عايز 0.6 1.6 2 1.6 0.6 هاخترنا هشتغل و بعدين نعمل ايه نعمل ايه بعد كده نعمل محلطة و محلطة لان القيم دي مفترضة و محلطة كم محلطة فهنا هناخد القيم من الجدول و نختار اللي احنا عايزينه في الاتنين دول وبعد كده ايه نكرر نفس الكلام ده هو بيقول 3db بحنا ندور على دول 3db و نعمل ايه و نعمل علي وبعد كده الخطة زي ما قلنا بالباعل أنك ثمًا أنن نسأل الإر and in disbelief لو كان هو في أصل ما كان طالبix لعبلaux وأنا وانا وقت سعمل ع optimي نجز من المgewائلين مع المراس戰 وهنا فنفضل Institution وسأعمل الطعام R والT سنجعل المتغيل التوصفر من R فقط علم verkوف العبور لAR والT وطعام grade بداخل الصدر ث نالي ن Ramcji كنا نسعمل عن طفل عدب كذلك عادي اشتغل على الحاجة الكاتوف بتاعها اللي موجود في الاسبيسيفكيشنز يبقى حشيل كل اوميجا وحط مكانها اوميجا على اوميجا سي وبالتالي انا هنقل من R لR' وانا بعمل وانا بعمل امبيدان سكيلنج وبالتالي هنقل من R او من R' لR' اللي هي هتكافئ اني هروح من R لحاجة اسمها R' اللي هي بقى فيها الر مضروحة في R' دي مايحصلهاش فريكنسي سكيلنج اللي هنتقسم على اوميجا سي والسي برده يتقسم على اوميجا سي تمام؟ منطق ان هم يتقسموا وإلا لو ضربنا هتلاقي القيم كبرت جدا بالنسبة للفريكنسي لكن في الامبيدانس ال L تتضرب لان هي والسي بتبقى لها علاقة بالأدمتنس عشان ظاهرة تحت فبنعمل ايه بنقسمها تمام؟ لو انا عايز اعرف الريسبونس هيحصله ايه في الفريكنسي هنكون بنعمل الشغل بتاع كورس السيجنل بتاع سينا تالي تمام؟ انا كان عندي هذا الpower loss ratio normalized يعني الcut off كان عنده واحد تمام؟ هو هنا عامل power loss ratio اثنين اللي هي مناظرة كم لو ناخدها عشر loss عشر لوك هتبقى ثلاثة داسة تمام؟ لما نعمل هتبقى النقطة دي اسمها اوميجا سي مش واحد وده هتبقى ستيل عندها اثنين وده هتبقى شكل ايه الكيرف في الاخره هو نفس ده بس كل اللي هنعمره هنشيل ده نحط مكانها ايه اوميجا سي بس كل اللي هتبقى ولا الpower loss ratio ولا الinsertion loss لكن الfrequency scaling هو اللي بي افكت الشكل ده بيعمله ايه؟ stretching بقيمة ايه؟ بقيمة اوميجا سي لها حكاية بتاع f of x و f of x على ايه؟ الفرقة من f of x و f of x على ايه؟ واحدة منهم ايه؟ stretch بمقدار ايه؟ بمقدار ايه؟ طيب لو احنا كنا عايزين نروح من low pass ل high pass يبقى انا هعمل الimpedance scaling برضو لكن الfrequency مش هعمله frequency scaling بقى هعمل frequency ايه؟ هنعمل transformation هنشيل كل اوميجا لو انا عايزة نروح ل high pass هنقلبها وندرب في ناقص اوميجا سي هنشيل كل اوميجا وندربها في ناقص اوميجا سي على اوميجا اذا كان ده الimpedance بتاعته ج اوميجا L فانا عايزة نشيل كل اوميجا خليها ايه؟ ناقص اوميجا سي على اوميجا فده كده ما بقىش inductor فكده تقلب عشان يجيب الimpedance تبقى ايه؟ ناقص ج اوميجا L او ج اوميجا L تبقى ايه؟ ناقص ج اوميجا L يبقى لازم تبقى حاجة تحت هياه فتبقى ال L سيبقى R نود على اوميجا سي سي يبقى ده هيجي من هنا يروح هنا وده هيجي من هنا يروح ايه؟ يروح هنا ايه؟ يروح هنا ايه؟ بقى كان inductor هيبقى كباسور والكباسور هيبقى inductor وقيمته related للقابليه بالاية؟ بالقيمة اللي عندكم ده حسنا؟ لو احنا عملنا الكلام ده على الfrequency response يعني شلنا اوميجا وحطينا مكانها ناقص اوميجا سي على اوميجا الريسبونس ايه؟ هيتقلب بالمنظر تمام؟ ły اوميجا نود نقص اوميجا نود على اوميجا حيث دلتا هو لل improves واميجا نود هنأخده على انها جذر اوميجا 1 وبالتالي كل L ستتحول لسيرز L وC وكل C ستتحول لشنط L وC هناك علامة بارلل بس مش عارف البطاعة من بعضها فده ستبقى قيمة L وده قيمة C وهنا قيمة C وقيمة A لما نعمل الكلام ده على قيمة C هنلاقي ان الشكل تقلب بقى عامل ايه زي ما انتم شايفين كده وثري دي بي بوينت هتبقى هي اللي اسمها اوميجا وان وايه؟ واميجا دو ده لو عايزين نعمل باند ايه؟ باند ستوب هذه الترانسفورميشنز هديها لكوا ايه انا ما حلناش الكورس اوبن بوك اكتوري طيب فده ملاخص للايه؟ او ايه لترانسفورميشن انا احسن من الا اللي مهجود انا ادللوا باس بروتوتيب لو انا عايز اعمل باند باس وباشيل ال, وحط ما كان هي L على اوميجا نود دلتا ودلتا على اوميجا نود L مما؟ دي السيرز الاسي وأحط ما كان هي ارزونيتر وحط ما كان هنا في الاسي REssonator على اوميجا نود دلتا ودلتا على اوميجا نود C هو العكس او الجديد في المين في الباند comigo تعالوا نبص على مثال ثانيا في حكاية Filtre transformation يعني ان اض Tages en 0.5 db تاهم السكر ب cuanto 1 جيجا هارتز سوفeniichomodel وهي قيادتي الجهاز الم Controll tecnologia تمام demolع Auburs دعني الناس يتحدث عن ايه على constant bandit ليس the absolute bandit وهو ادالي أبسولوت لازم احوالها لإيه؟ البرسنتج تمام؟ الامبينانس 50 اوم عايز اتنوائشن عند ال 1.2 جيجاهرتز المفروض تبقى كم تلاتين دي بي وهو هو فهو عايزنا نطلع الهالف دي بي كاتو فريقنسي ليس الثري دي بي كاتو فريقنسي طيب فهو اي احنا نبتدي الاول باللوباس فلتر بروتوتيب الهالف دي بي هتبقى المنظر ده هو قايل ان ده 0.5 دي بي ايكوى الريبل فكيه هتبقى بكام 0.35 يعني عايزين لما اوميجا بواحد اوكي الكمية دي تبقى ايه؟ تديني كام؟ تديني النص دي بي عشان يبقى الريبل زي نص والكاتو فريقنسي هي كمان عند ايه؟ عند نص دي بي فهيطلع ان كيب 0.8 طيب عايزين عشان نجيب ان اكسس الكيرفات دي عايزين نجيب اوميجا على اوميجا سي نقص واحد فاحنا عايزين نحسب الكمية دي هو بيقول الفريقنسي اللي عندها عايز كام 1.2 والاستاذ فريقنسي بتاعته كام؟ واحد فاحنا عايزين نحول الوان بوينتو دي دي كانت بتاعت البان باس عايزين نحولها للنورماليز فريقنسي اللي هي اوميجا اس بتاعت اللو باس فحنعمل ايه؟ حنبص على التحويل واحد على دلتا في 1.2 على وان ما اسوان على وان بوينتو دي اوميجا اس بتاعت اللو باس بروتوتايل جاءت من دي من التحويل فانا هنضع الكلام دا ودلتا هو من الزهان لبكام؟ 10% اللي هي 0.1 هناخد الكلام دا ونحسيبه ويطلع 3.66 كمية دي نطرح منها واحد لا ننسوش موضوع طرح الواحد ده لن ندخل على الكربة على طول بالرقم نطرح منه واحد دي انه ستقي فرق كبير جدا في الوردن ونطرح منه واحد دي انه ستقي فرق كبير جدا في الوردن ستقي فرق كبير جدا مع الثلاثين اللي هو المينموم تحتاج الى النقطة وسنقوم بتاعتنا النقطة دي ونطلع أول كربة على طول يطلع 3 فانا انا نريد ثرد وردن ونص دي بي ريبلس فانا احنا جابنا إنه بثلاثة هنفتح الجداول بداية الهف دي بي اقوى ريبل ليس تري دي بي هنطلع الجهات وبعد كده اختار انا اريد ابدا الأول سيريز ألمنت او لا لو اقتلنا سيريز الاول حبقى L هناخد من القيم دي نحاولها على طول قيمة L ونستخدم الجدول بتاع الترانسفورميشن اني ممكن نعمل كلام ده في خطوة واحدة مش هزا ما واحد يعمل واحدين يعمل مرة واحدة بقوا نخلص تمام قالوا احنا عندنا كودمة لابسه غير كده بندخله الاسبكس سيطللنا كل حاجة يبقى هنطلع قيمة L و C فإحنا عايزين نعمل ايه بقى الاسيمنت بتاتي حتة دي ان احنا نعمل ده نحط ده على circuit simulator نحط القيم دي لو انتو عندو circuit simulator بيتقبل حاجة اسمها variables زي مثلا ADS نعرف variable فانا ممكن اعرف الجهات على انها variables وقيمة الالات والسيهات اخليه يحسبها من الريليشن بتاع الترانسفورميشن محد الشيء يدخل القيم دي ويخلي الاسيمنت مربوطة بالsymbol مربوطة بالvariable بحيث ان احنا لو حبينا نغير اي حاجة بعد كده الموضوع يبقى عايزين تعمله كود مثلا او حاجة بيحسب الارقام دي ويطلعها لكو برضه حسب السيميلياتور عندوكو بيسمح بالexpression هو كان ايه اللي عايز يحسب نحسب الارقام دي بي فهنستخدم نفس الارقام اللي احنا واخدينها زمان كده في الارقام او لو مش فاكرينها نستخدم الارقام الارقام وكواريتي فاكتول علاقها بالبندو فلو احنا قلنا نحسبين دلتا ممكن على طول نطلع ايه؟ طلع الارقام بالكاتو فريكنسيس فنحسب بس الحسبة دي وحنطلع ايه اللي هي الهاف دي بي اللي هي المفروض الهبل دي عند نص دي بي تحت فلو جينا كده عند النقطة اللي هي قبل ما يبتت هي دي الهاف دي بي اللي هي النقطة اللي هنا الحسبة هتطلعها لنا هل هناك أي مشكلة؟ يبقى احنا المفروض كده نعرف نعمل والكلام ده مشترك مع ميكرو ويف أول انتو خدتوه لو انتو خدتو حاجة مش بأوبا انتو خدتو حاجة بالمنظر ده ولا كونه كان بأوبرايشن أمليفايرس خدتو ده خدتو ده في الاكتف في الاكتف اه بترجعوا تحولوها بعد كده تمام 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 اوكي يلا اسئلة يلا اسئلة لا اسئلة لا 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 دي انا بجيب اوميجا اس بتاعت النورمالايزد لوباس فيلتر با هو انا كنت في القصد في اللوباس فيلتر بعمل الترانسفورميشن علشان اروح للاكتشوال فيكونسي بتاعت الاكتشوال فيلتر انا هنا عايز اعمل العكس انا عندي الاميجا اس بتاعت البان باس عايز اعرف بتاعت النورمالايزد كانت كام عشان اعرف اكسس النورمالايزد فانا هستبعي التحويلة احط فيها الوان بوينتو واقسامها على واحد واحد اللي هي السنتر فيكنسي بتاعت البان باس فيلتر واحد ونص على واحد مقص واحد واحد مقص واحد على واحد مقص واحد على واحد ونضربها في واحد على دلتجات من ايه من الايه السنتر اللي فاته اللي هي دي شايف دي؟ لو انا عايز دي تبقى اوميجا اس بتاعت اللو باس فيلتر بروتوتيب احبقى عايز احط هنا اوميجا اس بتاعت الاكتشوال بان باس فيلتر هو بيقول لي 1.2 دي الفريكنسي اللي انا عايز عندها على اقل ذات متش اتنواشن يبقى دي اللي احنا بنسميها اللي هي بداية اللي هي عندها اقل حد من الاتنواشن للفيلتر هو اداني اوميجا اس وايه اللي ان السنتر فريكنسي بتاعته اوميجا رو وايه اللي ان الدلتا اللي هي البرسنتج بان وكذا فانا ممكن احسب دي الحسبة دي هتديني مين النورمالايز ستوب فريكنسي في اللوباس فيلتر هاخدها واقسس بيها كيرفات بعد ما اسمها على اوميجا سي اوميجا سي بتاعت ان نورمالايز هتبقى هي خلاص مين واحد ما هي خلاص دي هتطلعلي لكنها هتطلعلي اوميجا على اوميجا سي بتاعت اللوباس فيلتر خمامةة في بعض الكتب او حتى يمكن لو عندوكوا البرجن الجديدة بتاعت كتاب بوزار هتلاقي عمل حاجة اسمها كابيتال اوميجا عشان لاسما بطلخبطش سواء انا عملها بقى ناقص واحد او من ناقص واحد هناك كتب تتعامل بتخلي الكيرف ده عشان مرضه ممكن تلاقي كل حد كل بيبر او كل كتاب عامل حاجة هناك بعض الكتب تتخليها كده هناك كتب ثانية ناقص واحد هناك كتب ثالثة ناقص واحد واخد فيها ناقص واحد معا انت بس محتاج تعرف انت بتأخس هنا بايه دي اللي موضحها شوية يعني انت عارفين انها بنعمل ايه بزد دي لازم تبقى ناقص واحد базية هناك معروفة لو قالك ان هذا في المسط đB انت تعرف ان وانا قالك ان هذا الب�� wool دي لزد مباشرة لو انت معاك لداول كانته تعانى nellben او بطريق قيمة لقد ذهبتك في الوقت في الوقت في الوقت فإنه يقع على قيمة فإنه يقع عليك بعيد من كم يذبت نحن فإنه يحتاج أجل ضعوا منه كيفية قيمة K لكي تعرف تعود في كما في العمل في ال text كيفية القيام لو كيفية تقع عليك بعيد منه يحسيب لي كذا حجم الاثنين ستستخدم الـ Asymptotic Approximation اللي هو ان فيه عندك 20 NdB per decade لو انت في الـ Stop Band يا اما لو هي مدخلتش ديب قصية عشان تبقى 20 NdB per decade معناها انك رحت فين؟ بعيد لكن هي في الاول ما تبقاش 20 NdB per decade فلو قالك احسب لي مثلا جنب دي انا مثلا هنا عمل لـ Attenuation 30 Db at least عند دي الـ Exact بتاعها بكام؟ مشان اخدت order ceiling طب قالك بقى احسب لي ديب كام؟ تحسبها من اين؟ لازم يبقى عندك الـ Attenuation لما بيكون الباندوث بتاعك صغير تقدر تقول ان هي ما عرفش انتو خاطرين كلام ده او لا اوميجا نوت بجزر اوميجا واحد في اوميجا 2 هي الـ Geometric mean ممكن تفترض ان هي الايه؟ الـ Arithmetic mean ده لو الباندوث داية لو الباندوث كبير الـ Arithmetic mean Approximation بيقواحش المظبوط هو الـ Geometric mean يبقى احنا كده نعرف نعمل ايه؟ نعرف نعمل الـ Circuit implementation انتو قلتوا انتو عاربين الكلام اللي نقص ان احنا هنعمل ايه بقى؟ نبتدي نحول الـ Circuit implementation لـ Printed Line implementation احنا نعرف ندخل بقى ازاي نعمل الـ implementation لده بالـ PCB technology او بالـ Printed Engine technology احنا احنا عشان نعمل الـ Implementation في السماء هل ستجدين بس ستجدين على مكان معينة وذلك سنتجدوا نحن نمتحان وانتو تتجدون هل ستجدين على مكان اول شيء اسمها متوفر وفيه حاجة اخرى اصمها اعتقد ما متوفر كرودة. دي الحاجات التي هي الاسبسيك للرف. هي مش هتكون انتم خدتوها المفروض يعني. اللي خدتوها. فايه بقى القصة بتاعت الاستاذ اه انا يا ام اعمله وانا اعمله وانا اعمله طيب. طيب. فانا الوقت عايزين نعمل احنا اللي اتشافناه ان احنا عشان نعمل احنا محتاجين شوية الات وشوية سيهات. فانا مش عايزين نعمل الكلام ده بلامبت اي بكمبوننطس. عايزين كله يبقى برينت. تمام. فاحنا عايزين نطلع ترانزميشن لاين كمبوننطس بتعمل الفنكشن. من اللي احنا عارفينه من سنة ثالثة لو عندي شورت سيركت طاب او سيركت طاب يعرف يعمل ايه. الو سي. الشورت سيركت يعمل ايه بطول اقصر. والاوبن سيركت يعمل سي بطول اقصر. طيب. احنا عندنا اثنين فريكنسي رسبونس. اللينير فريكنسي رسبونس بتاع مثلا اوميجا ال. وفي عندي تانجين فريكنسي رسبونس بتاع جزد نود تان بيتا ايه بيتا دي. ونفس الكلام بالنسبة للايه للتاني واحد على اوميجا سي وايه ناقص ج مش عارف كام كوتان. او لو احنا احسن عشان نبقل اثنين زي بعض نشتغل بالادمتنس مع حالة الاوبن سيركت عشان نشتغل بالادمتنس مع حالة الكباستر تبقى جي اوميجا سي. فانا بقى احنا دايما نشغلين يا اما ان خط ده اكس الف لرو اقوط الاندكتور يقموا اسطل في الكباستر. وكانه شرط سيركيت دايما الامبيدنس بتاع الشورت سيركت دايما الالتصين يقموا ايه هيبقوا ايه ثان فانا نقول ذا Hasturnmade plus L. اسنا عايزين بيبقى اولي داي يعني gobierno اخيرا ندور علي الشورتسيركت madstone الي بت fluorescent called feed. عندي كانت كمادي نين state node والطول. يعني هذا المشكل مش لازم تبقى خمسين هو هيشتغل انه بس هو نفسه. مليس بحاجة ان هي خمسين. ممكن تبقى اي حاجة عليها اوطيها اوطيها حسب انا عايز اعملي. وحسب ايه كمان? تبتكروا احسن ان خلي state node بتاعته اليلا ولا كبيرة? وهنا اختار على حسب ايه ايه اللي ممكن يقول لأ اشتغل بواسع او اتضيق. لا، إن أنت مفترض يعجب بالمفتال ما يجب أنك تتعدي؟ لماذا تتعدي بالمفتال؟ لا يوجد حلقة بالمفتال إنه يجب أن يتدع منه الردائيش لو عرض قوى سيبدع منه الردائيش وللو ركع قوى؟ نعم اعرف أن تصنعه لكن يفعله ما هي المشكلة؟ بالظبط دائما محقوقه في محظمة بعض العرافة وإمرار وإمرار الأشياء أخرى ولكن دائماً الأشياء تبقى موجودة في الميكوري فريقونسي أنا أريد أقل النوص على قد ما أقدر فأنا مش من مصلحتي أن أزود زد نود يعني مش هنخليها ديزام برامتر قوي لكن كل ما عرض كل ما يبقى أحسن مش عايزة عارض أي برضو أننا سيأخد أريا أكبر فلأنا أريد أن أرفيع قوي ولا أريد أن أعريد قوي لكن ما أقدرش أقسوم أن أقدر أخليه مثلاً 200 أوم 200 أوم بغض النظر عن التخانات التي تبقى ودلات الكونستان سنجد قوي جداً دائماً الناس تتكلم في 25 الذي سيبقى عارض حباً حلوياً لحد 100 أكثر من 100 ندخل في حاجاته الرفياء حتى لو كانت قابلة للتصنيع بالتكنولوجيا التي تتساعد الكلام نتكلم على جداً سيبقى الزد عالي جداً لو شغال الوحش لو شغال الوحش وشغال كتلاستور وحش فنحن لا أريد أن نزود الوحش فنعمل بعروض معقولة التي ستجدها دائماً حوالين 50 أوم ورفقاءها 35 أوم 50 60 ممكن أن نصل إلى 70 أو 75 لا نتحرك بره هذا الوحش سيبقى 35 و 75 سيبقى ريزنبل 50 30 30 سيبقى إن النفآ القيام بصندس تختار الأ Tang بصندس يمكن أن يختار الأ Tang بصندس هذا هو أن يكون هناكный هو أن يمكن أن يكون هذا'sier يمكن أن يكون يمكن أن يكون هذا الرابيع يمكن أن يكون هذا الرابيع كي يمكن أن يكون Planet نحن سعيده بسبب أنه�의 Peak اللي اسمها aqui. اللي عندها الويف لينك على هذا التكنولوجي لامدا سي. انا هكتر الطول لامدا سي على كام? على تمانية. عشان تبقى اثنين باي على لامدا سي في لامدا سي على تمانية في باي على اربعة. يبقى التان بكم؟ بواحد ورايح نفسي من التان. والباقي اللي انا عايز اجيبه عشان اساوي ده بده. هخليه ايه? موجود جوه مين? جوه زي فاذا كان ده عند لاندا سي او اوميجا سي او بيتا سي بتساوي واحد فحيبقى دي ادى السين فريكنسي عشان تساويها عند اوميجا سي ال هخليها بتساوي زد نوت على امل ان الكمية دي تديني رياليستيك باليو فور زد نوت ولو قدتني مدتنيش رياليستيك باليو فور زد نوت بس ده اقتراح ريتشارد انا ما عرفش من ريتشارد ده بس هو سامه وتترانسفورميش على اسمه انها كناها حاجة خزعبالية طيب ده معناه ايه في الكيرف؟ معناه ان الخط المستقيم بتاع اوميجا ال هيقابل الثان عند النقطة اللي هي لو انا خدت ده الكيرف ده هيبقى عند الوحدة او عند اوميجا سيه الوحدة series لتأكمد moisه سيلا بس هكذا اللي بيختلف في الترانسيفورِ نانية Käدخة اللي هي هيلا بس مصورة لو أن كانت L أو C بالقاعدة بتاعة كورودا فهما كل ألمنت بقت برياضيك وده برياضيك كام أربعة وميجا سي مش كده يبقى الـ برضو هيبقى برياضيك بنفس بنفس الـ ده على حسب الشويس بتاع الأستاذ تمام؟ لو أنا اخترت حاجة تانية اخترت مثلا أن التاني ستبقى بحاجة تانية اخترت أن الطول بدلا ما هيبقى لندك كاتوف على تمانية خليته لندك كاتوف على ستاشر يبقى أنا هخلي الـ هخليها أبعد شوية هل أنتم الدفعة اللي جاءت فيها المسألة دي؟ الميت توليك على سنة تالتة؟ هكذا دفعة قلت لهم بان لوباس فلتر اللي أبليكم على طول؟ تمام فالاختيار ده إحنا ممكن نترجمه على طول على أن النقط دي مش هتبقى اربعة وخمسة ممكن أن تبقى تمانية وتسعة أو ستاشر وسبعتاشر حسب أنا هخلي طول لندك كاتوف على كام؟ على تمانية ولا على أربعة ولا على ستاشر ولا على تين وتلاتين زي ما نريد طبعاً ما ننعدش نزود قوي في هذا الفاكتور ده لأن بعد شوية الطول سيبقى وممكن حتى ما يتشافش لو اللي عريض والطول بتاعه أقل من عرضه مش هيتشاف على أنه ترينزميشن لين اوف لندك لندك على تمانية حيتشاف على أنه حاجة ما هي الحاجة دي بقى الله أعلم؟ حسب الاي حسب الاي حسب الاي حسب الاي حسب الاي حسب بتاعها وعلاقتها باللاين اللي هي تتفرع منه حاجات زي كده تمام؟ كويس جدا طيب يبقى بايسد على الكلام ده احنا هنشيل الال ونحط مكانها الشورت سيركت ترمينات لندك باي ايت ونفس الكلام بالنسبة للسي تمام؟ والبراكتك البروبلمز اللي انا كاتبها تحت دي ايه اتكلمنا عليها واحنا ايه من الكلام؟ هنكمباين مع كلام ريتشارد كلام واحد اسمه كورودا والمفروض ان الاتنين مع بعض حيدونا للاو باس فلتر على طول تمام؟ كورودا عمل شوية لعبة كده بـ ABCD بارامتر يعني جاب شوية تو بورت نتوركس حطوهم مع بعض واثبت ان فيه تكافؤات اول تكافؤ اثبته ان لو انا عندي ترانزميشن لين كل اللي هنا دي كومنشرت كومنشرت يعني كلها لها نفس الطول يعني اي ساكشن هنا ال 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 يعني فالعادي كلهم بيقوا كامل العادي لنده على اربعة لنده اللي تهمينا على اربعة طيب فاثبت ان لو انا عندي لين عامل شانستوب كاركتريستيك такогоاحااااااااااädوجيه ĩح دي كان زد اطنين وده مكافئ لازد اتنين على نواع недنسكون وده كاركتريستيك عليه mag em秒 زد واحدha زد واحد تاب چانتي رون في زد واحد انا i ذات meng Missouri حيثا ن سكوار واحد زاقت زد اتنين على زد واحد هذه التحويلات هو عايز عنده ان هو يحول حاجات من شكل من ان هو بقتال عشان تيحولوا لايه لسيرز او لو هو جاي عنده سيرز يحولوا الحاجة ايه يحولوا الحاجة شان ليه علشان لما نعم احنا اتفقنا انه هو في حاجة اسمه مجينات الكرنت صح يعني مش فرق معي احنا بنعمل حاجة هنوقع بنلعب بيها في النهاية المهم ان في النهاية الحاجة اللي طالع في الاخر تبقى ايه قابلا للتنفيذ وانت بتعمل خطوات انترميديت لو حطيت حاجة اسمها مجينات الكرنت في الانتنز او حطيت حاجة اسمها سيريس طاب وفي البي سي بي انا مش عارف انا نفزه مش مشكلة المهم ان في الاخر مايبقاش موجود هيساعدك في النص عشان تعمل حاجة باتس فاين تمام بقية التحويلات اللي عملها مش مفيدة بالنسبة لنا قوي ان فيها ترانسفورمر بس يعني هتنفعنا قدام واحنا بنتكلم على الكابل تريزونيتي هنستدعي شوية من التحويلات دي تمام زد واحد زد اثنين ممكن يبقى المنظر ده واحد على زد اثنين وزد واحد ممكن يبقى ايه الكالكوعة اللي هناك دي وان هي نفس الديفنيشن ان سكوار واحد زائد ايه اثنين على زد واحد ايه بقى اللي هنستخدمه هناخد ايه بقى ناخد البريك مع البريك الكبيرة عشان انتو تتكلموا بعد كده تمام هو بيقول في الاكزامبل ده عايزين نيامبليمنت ثرد ارد لوباس فلتر باستخدام مايكرو ستريب لينز الفلتر المفروض يبقى عنده كاتو فريكنسي فور جيجا هرتز امبيدنس خمسين اوم ثلاثة دي بي ايكوال ريفل كاركتوريستيكس في الايه في الباسبان هو ادينا من الاخر اللي انا فلتر ثرد ارد وخلاص فاحنا عارفنا ايه خلاص الحتة دي مفترضين ان الحتة دي جبناها بان احنا ترجمنا الاسباكس خلاص انا عايزين ندخل بقى ايه اللي في الروجر ريتشارد ومين وكورودا حيعملوا فالإحنا كنا وصلنا للنقطة دي حاجة من اثنين لو انا ببص على سيركت هنعمل الامبيدنس والفريكنسي ترانسفورميشن اللي انتو عارفينهم انا عايز اعمل مش محتاجة اروح للفريكنسي وبعد ذلك ارجع انترجمها لا نستنى على نفسينا انا عايز قيمتها قيمتها 3.3487 هنعمل هنعمل ريتشارد قال ان الاندكتور يتحول الاندكتور 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 هي اوميجا سيف و الاندكتور اوميجا سيف واحد انا على طول سأعمل بالقيمة لكن الاندكتور ماذا سيف سيف 50 لا لكن نستنى على موضوع الاندكتور والكاباستور سيف هو انشانت انشانت انا انا اوصل الاندكتور بنفس الاندكتور لو هي الاندكتور سوف هو محدد ان هذا الاندكتور هنا حظ انه كان الاندكتور سيبدأ انه كان سيبدأ انه سيبدأ سيبدأ فهو طلع هنا زد نود بقيمة واحد على سي ونفس الكلام بالنسبة للاخرين طبعا تعرفين سيما في النص يتكرر في النص حلو جدا والطول هذا لاندك على 8 عنده كاتف 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 4 جيجا هخلي دي طوله لاندك على 8 عند 4 جيجا فنشوف عنده 4 جيجا او اروح لأي كالكيليتور اقول له احساب لي اللاين اللي طوله لاندك على 8 يعني كم درجة 45 لاندك على 4 90 فنروح اخترت PCB معينة لها دياليكتور معينة وارتتاع معينة وحاجات زي كده اخلي اي كالكيليتور من التولز الموجودة يقيمة في الصوفتور اللي عنده الاندك على الانترنت اقول له احساب لي الطول يبقى كام لو انا عايز 45 عند 4 جيجا عند هذه الطول كل دول سيبقى كمانشرة 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 هو اختار كده ان كلهم سيتحولوا بنفس الطريقة كان ممكن واحد يختار ده يبقى لاندك على 8 واندك على 16 واندك على 16 لكن تحولته اللي هي الاندك على الانترنت واندك على الانترنت واندك على الانترنت بقل وماء وماء واندك على الانترنت واندك على الانترنت واندك على الانترنت الحاجة الثانية ندول في هذا الموضوع أو في هذا الموضوع موجودين في نفس اللوكيشي فما ينفعش اضعهم كلهم جميعهم حتى لو بعدتهم يا دوب ان انا حطيت ده وحطيت ده بافتراض ان ده قابل للتنفيذ لو التكنولوجيا مش شيلدد مش كو اكسل مثلا ده حيكون بيكلم ايه؟ حيكون بيكلم ده؟ والكابلنج ده مش متاخد في الموضوع طيب انا كده بخلي الاتنين دول يكلموا بقى فما ينفعش فلازم ما بينهم يدخل مين بقى؟ كورودا كورودا يقول طيب انا عندي لعبة ايه اللعبة دي؟ عندي لعبة ان لو عندي سيرز طب متوصل قبليه امبيدنس انفيرتر او قبليه حط الترانزميشن لاين ده ومعه ده ممكن يبقى كده او لو جعنا في الستايدر اللي وراها خلي بقى لكم ان دي ممكن نقلبها ودي ممكن ايه؟ نقلبها لان دي بتساوي دي انا عايز ايه؟ انا عايز ده لو كان قبلي دي اشيله او اشيل ده كده وبمرايته وحط مكانه ايه؟ شنط وبعدي حتة لها نفس الطول اللي هو لاندا على اربعة وغلقه فاطة لاندا على اربعة او لاندا على ثمانية حسب انا اشغال ١ ال شغال اه يعني لم cabbage المهم ان كل اطول تقضر قحطة فانان اشغال في الاندا على ثمانية پلان octave حنشتغل الاندا على اربعة هو قال هناحطد ده طرق اللي بتاع الده لو ده لاندا على الثمانية بشراء الاندا على ثمانية لا يغير الثبان الأسئلة بالتعال الخاصة المياه الاثناء في حيث غير مهم ماهي الفرق ؟ ما بين الخاصة المياه الاثناء والخاصة المياه الاثناء وال pantalon وال pantalon ليس فارق حقا في دستيقاط ما هو المإمكانية الاثناء مجب mejor و نفس الاثناء الاثناء و انا واقع في هذه المتحل رأى واحد منتهم واحد و حيث يكون شايف واحد يجب أيضا طريق القاعدة لا تغيرت في حاجة فأنا سأضع هنا موضوع من دستيقاط كمانشرت مين لدول؟ بيقولها كمانشرت أو كمانشرت يعني كده أو كده في النطب وزيد نود هنا وبعدين ناخد حركة كورودا نقلب دول ونسخليها شانت ودي تتقلب كده ونخليها ايه؟ ونخليها شانت فهيبقى عندي شانت شانت خلاص خلصت المشكلة كويس كده وبعد كده كل دول نضربهم في خمسين قوم ونجيب الطول عند المناظر لان الطول يبقى لاندا على ثمانية بتاعت الكاتف فطلع ده 64 ده 217 70 217 64 وديه هنا خمسين والخمسين مين دول؟ الحتة دي بعيدة كفاية يعني الطول ده كبير كفاية يبقى كام عشان يبقى كفاية كفاية المفروض يبقى كفاية كفاية المفروض يبقى كفاية كفاية طبعا تستطيع ان تأخذ الكفاية او تفلد هنا مثلا وتحط فياز عشان تعمل اكين فيه حيطة مبين ده ومبين ده او التريك الثاني انك تتخلي اتجاه واحد فوق واحد تحت واحد فوق واحد تحت لو انت هنا قلقان قوي منه او تشوفه ودى لك فعلا الانت عايز يبقى الكابلج مش فارق وده الطريقة التقليدية للناس بتعمل ما فيش ما يمنع ان اللي اوت نفسه كله يتغير لو واحد عايز مثلا الامبوت يبقى هنا يبقى لازم يمشي كده وبعدين ده مثلا ممكن يطلع على 45 والثاني يطلع ايه كده او يطلع كده اللي اوت نفسه اذا ناظر ستوري ايه المشاكل اللي موجوده هنا اللي ظاهره نعم 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 اول حاجه التقليدية لازم تتاخد في الاعتبار لان النقلات الغريبة دي ممكن لو الواحد مش عاملها ممكن تغير ايه بالذات عند يعني الواحد جيجا ولا اثنين جيجا ولا حتى خمسة جيجا دي لعب عيال لو انا بكلم عن حاجه عند الثلاثين او الستين النقلات دي ممكن تعمل صدن ايه رفلكشن او صدن ان تعمل رفلكشن عالي فنلاقي ان ايه الاسبونس باص فلازم نعملها وذكار وذكار يعني بص على الباست براكتسيز هي ان احنا نميتر شوية نشامفر شوية ممكن نخلي دي راوندد لو التكنولوجيا تسمح ان احنا نعملها راوندد ممكن نتابر اكتر شوية نبتدي نبص على الاطوال دي هو الطول هيتقاس من اول الحتة دي ولا بيتقاس من النص بتاع الاسبونيوتي فممكن نحتاج نقعد ايه نتويج في الاطوال الاطوال حد ما نرجع الاسبونس على حسب اللي احنا كنا ننظره من ايه من السيركت ماضي اول الماضي ماضي في مشكلة اكبر بسببت ال 217 بسببت ال 217 الامبيدنس لقناها في الامبليمنتيشن وطلعت عالية محدش اعلم ده الامبليمنتيشن الوحيد اللي ممكن نشتغل به بس لو عرفنا نعمل ال 217 البطم لاين هو ان الامبليمنتي ال 217 الامبليمنتيشن الوحيد نقدر نساعده والحاجة التانية مايطلعش الانسرشن لوس بقى بسبب ان ده السيجنال باث يعني خلي بقى لكم دول مش في السيجنال باث السيجنال ماشي كده والريزونيتورس دي بتاديله او الرياكتف الالامنس دي بتاديله بتاديله certain value او شايفه هو جاي هنا لكن ده المصاري اللي بيحصل فيه الامبليمنتيشن اللي عرض ده هيدتورمن ال Q بتاع الالامنس لكن مش هيكون بيكنتريبيوت بنفس الطريقة في الانسرشن لوس اللي السيجنال شايفه وهي ماشي هنا ما هي مكتوب كميتها قيمة الامبليمنتيشن زاد اثنين وزاد واحد يعني تشوف الامبليمنتيشن مثلا في المثال بتاعنا كان عندنا السيرز السيرز شورت سوركت ستوب احنا دخلنا احنا حطينا يونت سال يونت سال كانت زاد نوت بتاعتها بواحد وده كانت الزاد بتاعته اللي هي كانت جاية من الجهات اللي جاية من الجدوة فانا عارضي مش هكتل ثلاثة بوينت مش عارف كام فانوة تحت الواحد زائد واحد على ثلاثة هو ما حدش قالوا ده انتجر ده يدفع اي رقم بتاعت شكرا لأننا احترام الخطوات انتجر قمت بإمكانك امرتنا مختصفات نحن أن تكون مختصفات مHD نعمله نضع بورتس فنحن عايزين نعمل الاستاذة عشان نعمل الاستاذة عايزين نعمل نمشي واحدة واحدة يعني محدش يعمل ايه محدش ياخد ده كده ويصدقه نعمل ايه الاول هنعمل نتأكد ان احنا عارفين نطلع الانبيدنس ده مزبوط يعني انا عملنا خمسين اوملاين حطينا ده مختبت في سلوات اقل من 20 دبي واستوان حسب اللاص اللى فيه عايزين نعمل 65 اوملاين طيب محدش يدغى اقوي على 64.9 سنلعب في العرض بتاع اللي كنا عمليله في التاستبنش اللى فات لحد ما نجيب يلقط الكام 65 يلقطها ازاي حاجة من اتنين ياما ناخده على تاستبنش خارجي بعد ما نطلع الاس سالة من الفول ويف سولور نحط القوار على الانبيدنس ده مباشرة أو هو ، عن المكه المزري أن بسيط منع حول صفح الـ 65 و quien الذي يعرف بهمها مإيقاف بطريقة تدليل و اللي لا يد Прيقظ بطريقة أخرى يمكن أن تسمح بعض البرامج أن نضع طريقة الإم بارة المر فقط كماchauíss carros يمكن أن يكون أن تدخل جuldا على الصفح البرج و نقدم لرف Pow assim 65O 90 باما السin感 برامج كثير قوي هو الخمسسين لا يوجد دعوة يجب أن تعمل شيئا أخرى وعلى التست بنش بره وضع البرت بالإمبادة التي تريد لكنه كسورفر سيطلع لك الخمسسين أو خمسين أو فكده أو كده المهم أننا نقوم بها خمسة وستسين سبعين ليس مهم البوين ثلاثة سبعين وده 217 سبعين وخمستاشر عملنا البلدنج بلوكس نركبها مع بعض نحاول نبقى يعني عندنا السنس بتاع النقلة هتبقى عاملة تمام وبعد كده نحط البرت هنا ونشوف البرت لو طلع زي اللي كان في الكتاب كده حاجة حلوة جيدة اللي إحنا نبعيزين نعمله بقى اللي إحنا شفناها نشوف إيه أخبارها هنا لو ده كان بتاعه كده وإحنا كنا طلع عند كده المفروض بيطلع أعلى لأن ده مش 50 Ohm هنلاقي إن إيه اللاص التالي تزيد فهننظر الإفاكت بتاع تزويد مختلفة عن الحكومات اللي طالع في الدايرة التعمل هل نعم نكمل ماذا المحاضرة الجاية ومن هتحوز من حبيل هكذا عمل ما نعم حبيل برقب.